بكل تأكيد الناس بتتابع بشغف كبير جداً الحالة الفنية والترفيهية اللي بيقدمها مهرجان العالمين واللي في الحقيقة بيقدم تنوع كبير جداً في كل الحفلات والفعليات الفنية هتلاقي حفلات الراب والمهرجانات هتلاقي حفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت هتلاقي كمان غنى صوفي إنشاء الديني راب لفنانين أجانب وده في الحقيقة نجاح يحسب للقائمين على هذا المهرجان واللي اختاروا كل أطياف وألوان الغناء ده طبعاً للمشاركة فيه حفلات المهرجان صحيح يا شازل يمكن بس كمان لو بصينا على إمبارح كان فيه أربع حفلات لنجوم الأغنية الشعبية والأندر جاوند كان فيه حفلة حلوة قوي كمان لعمر كمال والمطرب أبو واللي قدموا أجبوع كبيرة من الأغاني اللي بيحبها الجمهور وبيتفاعل معها الشباب بشكل كبير جداً يعني أنا كمان حاب أقول حاجة مهمة أنه فكرة نقل الحفلات دي على شاشات قنوات المتحدة كان عامل كبير جداً ومؤثر في أنه الناس تتابع الحفلات دي وتعرف إيه اللي بيحصل في العالمين الجديدة فعلاً وأنه اللي ما كانش قادر أن روح العالمين أو وقته ما كانش يسمح كان يقدر كمان يستمتع بأجواء الاحتفالات دي من خلال شاشات المتحدة يا شازل طبعاً بكل تأكيد وحاجة كمان من ضمن الحاجات اللي لفت نظرة يمكن في المهرجان ده نستعانى بالنجوم للشباب ومغنيين الراب المصري ومغنيين المهرجانات المغنيين اللي عندهم كلمات معقولة بعيداً بقى عن الكلمات اللي كنا بنسمعها قبل كده وبعيداً عن الاختيارات اللي كانت لا تناسب الزوء المصري لكن هو نوع من الغنى ونوع من الفن وفرض نفسه وليه جمهوره وإحنا شوفنا أعتقد تفاعل الناس مع هذه الحفلات فيه فعليات كمان مش بس هنا فيه فعليات ترفيهية فيه ثقافية فيه رياضية كتير جداً يعني شوفنا بطولة كرة القدم الشاطئية اللي شارك فيها نجوم كرة القدم من الجيل الدهبي شوفنا تحادي جيتسكي شوفنا تنظيم البطولة العربية للجودو شوفنا كمان سباق عربيات وتفاعل الناس معها فعليات كتير جداً الحقيقة كانت مختلفة ومبهرة وكان فيه تفاعل كبير جداً من الناس مع هذه الحفلات يا جمهوره دي حقيقة يا شاس دي وإحنا كنا هناك وتابعنا دبنا في سنة يمكن فيه حلقتين لصباح الخير يا مصر كانوا من العالمين الجديدة وتابعنا فعليات المهرجان حقيقة يمكن أنا مبسوطة كمان قوي بالحالة اللي عملها مهرجان العالمين من وقت انطلاقه فيه 13 يوليو طول الفترة دي المهرجان بيقدم للعالم كله صورة مشرفة عن مصر وعن الفن المصري والسياحة في أجمل شواطئ البحر المتوسط لما كنا هناك كمان شوفنا بعيننا قد إيه كان فيه الحمد لله رواج وكان فيه كمان سائحين كتير جداً كانوا موجودين والحمد لله فضل مضاية تزايد أكتر فأكتر فأكتر كل مرة كنا موجودين هناك كنا بنشوف سائحين كتير إن كان من العرب أو حتى من الأجانب مع بداية كمان مهرجان العالمين الجديدة أنا كان ليا حظ الحقيقة أن أنا أكون شهدة على ولادة هذا المهرجان أنا بالنسبة لي هو مهرجان ولد كبيراً يا شازلي من أول يوم فيه من أول الفعاليات إن كانت الرياضية الثقافية الفنية حقيقي كانت كلها على مستوى كلمة أو مسمى مهرجان يحمل اسم مصر فيه ناس في الأول كانت مش عارفة إيه اللي هيحصل هيبقى شكله ومهرجان عامل إزاي المهرجان تحدث عن نفسه القائمين على المهرجان أنا لما كنت هناك عندي شهادة أسأل عليها كنت بشوف ناس فعلاً ما بتنامش القائمين على المهرجان والمنظمين للمهرجان حقيقي ما كانوش بيناموا كانوا مهتمين بكل التفاصيل كل حاجة لازم تكون معمولة بالزبط وحسب الخطة الموضوعة للمهرجان وحسب التصور اللي كان موضوع أصلاً للمهرجان من الأول لو حتى بصينا المهرجان القاهرة للدراما اللي وقيم هناك وقيمة فعاليات النسخة التانية ليه هناك كان مختلف بكل المقاييس يمكن يا شازلي تابعنا كمان فعاليات مهرجان القاهرة للدراما والنجوم اللي كانوا موجودين فيه هناك وصحيح هو مهرجان دي نسخة تانية ليه لكن بيكرم كمان نجوم كبار جداً وعمالقة ونجوم ليهم أثر في المجتمع المصري هم نفسهم تحدثوا عن أهمية إقامة المهرجان في العالمين الجديدة يا شازلي صحيح وكانوا مبسوطين بالتكريم وسعداء بيه والجميل في الموضوع اللي زي ما كلمت فيه قبل كده جمعنا هو فكرة أن التكريم ده جاي من التصويت كان من قبل الجمهور على حصول الفنانين على أفضل دور أول ودور تاني بالنسبة للأولاد وبالنسبة للبنات برضه أفضل دور أول ودور تاني بالنسبة للوجوه الشابة والوجوه الصعيدة ومخرج كاتب سيناريو وفيه تكريم لعدد كبير جدا من صناع للدراما خلال العام كله مش مسألة المسلم الرمضاني بس ودي كانت حاجة من الحاجات الجميلة جدا اللي بتقدم للعالم كله أن أنت عندك فن وبالفعل الناس كلها عارفة أن أنت عندك فن لكن لازم أنت تعرض الكلام ده وتوضحه للناس كلها طبعا ناس كتيرة جدا جات حضرة هذا المهرجان لأنهما بيحبوا هؤلاء النجوم بيحبوا يلتقوا بيهم بشكل مباشر يشوفوهم يتصوروا معاهم يحضروا هذه الحالة الفنية الجميلة اللي كانت موجودة في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته التانية بالنسبة لباقي الفعليات يعني مثلا لو تكلمني على بأول فعالية حصلت في المهرجان رياضة التيكبول وبعدها نجوم الجيل الدهبي دي فعليات رياضية جميلة جدا رياضة التيكبول دي مش معروفة قوي وما كانتش منتشرة وعندنا في مصر لسه سمعين عنها قريب لكن اللعيب المحترفة اللي بيلعبوا كورة بقى والفريستايل والحاجات دي يقدروا أنهم يمرسوا هذه اللعبة فالناس أقبلوا بالفعل عليها وراحوا وبدأوا يلعبوا ويستفسروا وعايزين يشاركوا في اللعبة دي مع نجوم عالميين موجودين مع بطولة مع منافسة مع تحدي كل الكلام ده كل النجوم اللي كانوا موجودين العالميين والعرب اللي كانوا موجودين بكل تأكيد ليهم جمهورهم هم كمان بره مش بس في مصر كمان ليهم جمهورهم بره فاتخيلوا جمهورهم بره لما يتابع اللي بيحصل على أرض مدينة العالمين واللي بيحصل فيه مهرجان العالمين حاجة الحقيقة تدعو للفخر وتشرف وتليه باسم مصر صحيح يا شازلي زي ما قلت يمكن نجوم كمان عرب كبار يعني شفنا نانسي عجرم شفنا راغب علامة شفنا رامي عياش شفنا إليسة يعني حفلات كبيرة جدا طبعا ده بجانب القامات المصرية كمان لأحية حفلات هناك فالحقيقة يعني يجب شكر أولا الشركة المتحدة للخدمات العالمية على نقلها هذه الحفلات للجمهور عشان يبقوا عارفين وحسين وبيشاركوا كمان الناس اللي موجودة في العالمين الجديدة زي ما قلت لحضراتكم الناس اللي ما قدرتش تروح والتابع ده من مكان الحدث وكمان شكرا لكل القائمين والمنظمين لهذا المهرجان طبعا شركة POD والمنظمين وكل القائمين على هذا المهرجان فعلا موجود كبير جدا 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 عشان يقدر يخرج بهذا الشكل وحنا بنتكلم أنه دايما أول نسخة من أي حدث أي فعالية أي مهرجان لازم في الأول بيبقى زي ما بنقول كده تجربة تخيلوا إن هي دي النسخة الأولى هي دي أول نسخة من مهرجان العالمين أنه يخرج بهذا الحجم وبهذا الزخم وأنه يقدر يغطي كل هذه الفعاليات من جودو لتاكبول لعربيات لحتى الفعاليات الفنية والثقافية وحتى المسرحيات اللي كانت بتقدم هناك مجهود كبير جدا 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 حقيقي يجب الشكر عليه لكل القائمين ونتمنى أن يكونوا كمان حضراتكم قدرتوا تتابعوا بشكل كبير جدا وتكونوا كمان استمتعتوا بهذا المهرجان على أي حال بنسبح لحضراتكم طبعا صباح الخير يا مصر